اهلا بكم مشاهدين الكرام في التغطية الخاصة بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين التي نناقش فيها خروج التظاهرات في العاصمة بغداد والعديد من المحافظات العراقية التي تأتي في ظل صراع محتدم بين شركاء العملية السياسية في وقت لا يزال يصر المتظاهرون على استمرار في حراكهم وعلى نفس مطالبهم المتمثلة باسقاط العملية السياسية برمتها رغم الانتشار الامني والميليشيوي المكثف والقمع والاعتقال للناشطين والمتظاهرين سيكون معنا في هذه التغطية الوستاذ سامر الساعدي من انقرة الناشط السياسي أستاذ سامر مرحبا بكم تحية حضرتك أستاذ وإلى كادر قناتكم محترمة وإلى جميع المشاهدين الكرام مرحبا حياك الله سيد الكريم وأيضا سينضم إلينا من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز أستاذ علي إن كنت معنا أهلا بك أهلا وسهلا أهلا أستاذ علي مشاهدين الكرام فاصل ومن ثم نعود إليكم إذا المشاهدين الكرام نناقش في هذه التغطية الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين المباركة أبدأ معكم أستاذ سامر الساعدي يعني بعد ثلاث سنوات على انطلاق ثورة تشرين الكريمة هل هناك فوارق أحدثتها على النظام السياسي داخل العراق أستاذ سامر نعم تحية الحضرتك مرة أخرى وعلى ضيفك العزيز أستاذ علي نعم أعتقد أنه توجد فوارق وهو هذه المشاكل والأزمات السياسية التي خلفتها تشرين وبالتاني هي يعني ضج الشعب وانتقام الشعب من قبلهم ضد هذه الطبقة السياسية مما أدى إلى تأخير الحكومة إلى حتى عدم القبول بنتائج الانتخابات من ممانعتها من رفضها وبالتاني أعتقد تشرين تشكل أثقل الأكبر الجماهيري المربط للعمل السياسي الموجود الآن وبالتاني كل هذه المنظومة الموجودة هي لا تمثل طموحات وآراء وأفكار الشعب العراق وخاصة تشرين التي خرجت عليهم وهي التي لا تقبل المشاركة مع هؤلاء السياسيين مع هؤلاء المنظومة السياسية أما بالتالي للأحداث التي جرت في أول سنة أو ثاني سنة وهذه الأحداث هي حقيقة لم تتحقق منها أي مطلب خرج من أجله الشباب المتظاهر في ثورة تشرين وأضاف إلى مطالبهم مطلب آخر مهم هو كشف قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وبالتالي تشرين أنا باعتباري ورأيي هي ليست سلعة تشترى وتباع من قبل البعض من قبل الأشخاص وحتى الأشخاص والمؤسسات وحتى الأحزاب الإسلامية ركبت موجة تشرين المشاركة في الحكومة وغيرها التي انبثقت من هذه الأحزاب الإسلامية والآن حقيقة مفردة جدا مهمة في هذه السنة السالسة أنا ما أعتبر أنه هو استذكار أو إحياء الاستذكار والإحياء هو للموت أو للانتهاء وبالتالي أنا باعتقادي هو يكون تذكيرا لما جرى وحصل في السابق ولما سوف يحصل في المستقبل ولما لم يتحقق أي مطلب من أجله خرج كل هؤلاء الثوار والشباب والقتل والقنص والدخانيات وغيرها والمعاقين والملاحقة والمراقبة وفرق الموت والقتل بفتوى والتعقب من المخضر السري وغيرها وبالتالي تذكيرا لما جرى وحصل ولما لم يستجب لهم كل المحافل الدولية أمم المتحدة أمم وربية حتى محافل عربية الدول الإقليمية الأمم المتحدة في داخل العراق المنظمات الإنسانية المجتمعة في داخلها المنظمات الحزبية المؤسسات الدينية أنا باعتقادي اليوم تذكيرا لما جرى لكل هؤلاء الذين تم ذكرهم من قبل هذه المؤسسات وخاصة الفصل التشريعي الفصل التنفيذي الفصل القضائي الحكومة الكل مسائلين والكل الآن شباب تشرين يذكرهم بما حصل وبما جرى وبما لم يستجب لهم أي طلب طلبوه الشباب أستاذ علي عزيز أجدد الترحيب بكم يعني مظاهرات الأول من تشرين الأول أكتوبر خرجت ضد النظام السياسي وهذا ما تفضل به الأستاذ سامر الساعدي لماذا لم يقتنع المتظاهرون بتنحية أو ذهاب عادل عبد المهدي وبالتالي إنهاء استمرار التظاهرات يعني هما طلعوا من أجل القضاء على النظام السياسي برمته عادل عبد المهدي نتيجة الضغوط في الشارع من قبل المتظاهرين والمتظاهرات قدم استقالته وخرج لماذا يعني الثورة لم تهدأ منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة نعم في البداية أستلم على حضرتك وعلى ضيفك الكريم أخ سامر ثورة تشرين أكيد طبعا هي ما عدها كحكومة بعينها خرجت من أجل أسقاطها ثورة تشرين هي خرجت لأسقاط النظام النظام العميل الحاكم بالمنطقة الخضراء في بغداد هذا النظام الذي أتى في عام 2003 أما حكومة عادل عبد المهدي أنا هنا بس إذا تسبح لي أعقب على شيء بسيط بما يخص استقالة عبد المهدي طبعا هو جرى الذي جرى على الثوار من قتل وبطش وفتك بهم إلى القنص والخطف والترويع إلى اختصاب الناشطات بعد خطفهنه اللي جرى في زمن حكومة عادل عبد المهدي نلاحظ كل القيادات الأمنية اللي كانت موجودة بحكومة عادل عبد المهدي بعد ما استقال كل هذه القيادات تمت ترقيتها من قبل مصطفى الكاظمي الذي أتى من بعده في حين مصطفى الكاظمي في وقت عبد المهدي كان رئي جهاز مخابرات وأضوب الخلية الأمنية اللي تشكلت في حينها برئاسة عبد المهدي لكن كان الكاظمي هو صاحب صوت وصوت مؤثر فيها والمخابرات فعلت فعلتها وهنا كذلك أود أن أشير لي مسألة جدا مهمة خذ لي أن نصلط الضوء عليها ضغط المتظاهرين لم يجبر عادل عبد المهدي على الاستقالة ضغط المتظاهرين وضغط شرين الذي يريد نظام حر وطني في الأراق أجبر الحوزة في النجف أن تطالب عبد المهدي بالاستقالة حوزة النجف مرجعية النجف هي التي طلبت من عبد المهدي أن يستقيل في آخر جمعة كان له على رأس الحكومة الضغط التوري الشعبي الوطني القومي العروبي أجبر سلطة الحوزة أن تدعو عبد المهدي إلى الاستقالة هنا يوجد فرق صار بالتالي ثورتنا مثل ما اتفضلت ومثل ما اتفضل زميلي الأخ سامر ثورتنا مستمرة من أجل أسقاط النظام وفعلا هي ليست ذكرى ثورة مستمرة لكن نحن نحيي الثورة تصعيديا نحيي الثورة كوقفة نحيي الثورة كمناسبة كندوة الثورة موجودة ومستمرة الثورة والثورة اليوم على هي دخلت عامها الثالث وإن شاء الله هذا العام يكون عام حسم أو شبه حسم حتى ما نكون مفرطين بالتفاعل عندنا لكن الثورة مستمرة واليوم شفت الشباب بساحة التحرير الشباب الحقيقي الشباب الواعي اللي هو تشريني أصلي وليس مسيس ولم يشترى ولم يباع ولم يجير يعني احنا ثورة فتية اخترقونا اخترقونا المخابرات اخترقونا الأمن الوطني اخترقتنا الاستخبارات اخترقتنا الأحزاب أكيد ونصبوا خيامهم وبسطنا هذا النظام إلى باع صار إلى عشرين سنة يحكم بالسلطة وإحنا ثورة فتية عند قواعدة وركازة أستاذ سامر مجيء مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء لم يكن من مطالبكم أنتم كثوار لكن من أين تستمد الحكومة شرعيتها إذا كان المواطن لا يقبل بمصطفى الكاظمي إذن من أين استمد هذه الشرعية والبقاء على سدة الحكم لرئاسة الوزراء والله سؤال جيد حقيقة هذه مسألة الشرعية التي تتمتع بها ليس فقط سيد مصطفى الكاظمي وإنما كل الحكومات المتعاقدة حقيقة هي فاقدة لشرعية الشعب أولا حتى نكون صريحين وبالتالي استمدت واستقوت شرعيتها من الدول الخارجية والدول الإقليمية على حساب الشعب وبالتالي هنا أعتقد أن الشرعية التي يمتلكونها الموجودة هي شرعية التي تكون أميركية أو إيرانية أو الدول الجوار وبالتالي هم خسروا مشروعيتهم من الشعب العراقي الشرعية التي حقيقة هم الآن يعني يمسكين بها هو الشعب الذي خرج عليهم ووصله مسجات إلى العالمين يبدو يبدو أن الاتصال غير مؤمن بما فيه الكفاية مع الأستاذ سامر السعدي أذهب إلى الأخبار العاجلة تظاهرات حاشدة تشدها ساحتاء التحرير والنسور وسط بغداد للمطالبة بإسقاط العملية السياسية برمتها أستاذ علي عزيز الحكومات المتعاقبة كما تفضل أستاذ سامر السعدي لا شرعية لها لكن لماذا نلاحظ أن الدول تتعامل مع هذه الحكومات المتعاقبة لأن أمريكا فرضتها على المجتمع الدولي أمريكا فرضتها على العالم وعلى المجتمع الدولي في زمن كان العالم بقطب أحادي أمريكا فقط أمريكا غزت العراق بدون تخويل ولا تفويض من مجلس الأمان ولا الأمام المتحدة عدوان سافر عدوان وأتابي لصوص وبقطة طرق نصبوهم حكام على العراق أمريكا نظمت استفتاء صوري وهمي من أجل يصوط في الشعب العراقي على دستور دستور كتب بأياد أمريكية وفرض على العراق وصور للعالم أن الشعب العراقي استفتاء وقال نعم لهذا الدستور بعد أن بارك المحفل الحوزوي لهذا الدستور ومن ثم نظموا انتخابات وفق هذا الدستور دستور بريمر اللي نسميه الانتخابات نظمت ومشأت وصيرت اليوم صير النظام على أنه نظام منتخب من قبل الشعب هذا الظلم هذا الظلم بعينه هذا الظلم بأكبر صورة لذلك انتفض العراق وقاوموا وبدأ بطلاع المقاومة ضد الأمريكان منذ الساعات الأولى لغزو العراق وجرى الذي جرى خرج الأمريكان ولا يزالون خرجوا ولا يزالون خرجوا كقوة بزي عسكري ولا يزالون كقوة استخبارية أو من خلال عملائهم الموجودين اليوم في حكومتيهم النظام اليوم في العراق الذي نحن نقول هذا النظام العميل الذي أتت به أمريكا يستند على حكومتين حكومة المنطقة الخضراء في بغداد وحكومة مصيف صلاح الدين في أربيل الآن هاتين الحكومتين هي اليوم اللي يتمثل لكن نحن الآن تركيزنا بالوقت الحاضر على حكومة المنطقة الخضراء فبالتالي أكيد تكون فاقدة للشرعية والعراق بعصبة الأمم المتحدة ما يمكن أن يسجل غير أنه بلد محتل وتم الاعتداء عليه وغزوه أستاذ سامر عدت إلينا كنت تتحدث عن مجيء مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء لم يكن مطلبا للثوار من أين تسمد الحكومة شرعيتها إذن؟ تفضل أكمل نعم مثل ما قلت أنه الشرعية اللي حقيقة هي مقتسبة ليس فقط لسيد مصطفى الكاظمي وإنما لكل الحكومات المتعاقلة كانت هي مكتسبة خارجيا ومدعومة من القوى الخارجية والقوى الدول الإقليمية وبالتالي أعتقد أن الشباب خرجوا على سحب هذه الشرعية التي هي مكتسبة خارجيا والكتل السياسية والحكومات والرئاسات الثلاثة في كل الدورات السابقة هم خسروا مشروعية الشعب لماذا؟ لأن الشعب لم يعطيهم هذه الشرعية وبالتالي هو رفض الانتخابات ورفض إعادة كل وجود أما سيد مصطفى الكاظمي سيد مصطفى الكاظمي حقيقة يعني أتى بحل وسط وبالتالي هو أرادوا أن يعطوه الشرعية الكاملة لكن فشلت الأمم المتحدة فشلت إيران فشلت الدول الإقليمية لإعطاء الشرعية الكاملة لسيد مصطفى الكاظمي وبالتالي أنا أعتقد أنه دائما ما تكون رأسة الوزراء هي فاقدة للشرعية للشرعية القانونية للشرعية الشعبية للشرعية المجتمعية لشرعية إبرام وإنتاج البرامج الحقيقة التي تخص رأسة الوزراء وبالتالي رأينا سيد الكاظمي يقول أنا معقد معاملات إذن سيد الكاظمي ومن قبل سيد الكاظمي ولا ربما من يأتي بعد السيد الكاظمي هذا بقت نفس التشكيلة بقت نفس التحكم برأسة الوزراء وبالتالي رأسة الوزراء هي التي تأخذ الأوامر ولا تعمل بالمادة الدستورية التي حق لها رسم وتعمل بالتدخلات وبالأجندات الخارجية أنا أعتقد أنه دائما ما ستكون رأسة الوزراء هي الفاقدة للشرعية الشعبية والمشروعية من الشعب العراقي الأغلبية أو الديمقراطية التي يحكمها الأغلبية وبالتالي نرى الأمم المتحدة البحثات الأوروبية المحافل الدولية وغيرها تريد إرساء وإبقاء الديمقراطية تمام نحن مع الديمقراطية نحن مع الانتخابات لكن بشرط توفير بيئة آمنة انتخابية لإشراء كل الكتل الناشئة الحركات الناشئة المستقلين لأن تكون نقطة مهمة هنا أستاذي لو أطلت عليه حتى تكون تشرين البديل السياسي المناسب لا تكون تشرين شريكة تشرين سوف تكون البديل السياسي المناسب بعد إزالة وإذاحة كل هذه الطبقة الفاسدة والأحزاب لأن لو أرادوا إرساء الديمقراطية لأمم المتحدة أو غيرها أو غيرها وحتى في داخل العراق عليهم إيجاد بديل البديل الآن ثوار مثقفين كفاءات لديهم شهادات عراقيين وطنيين لكن المشكلة مشكلة الشباب مشكلة التيار الناشئة كانوا مع تشرين أو بغض النظر عن تشرين مهم كشباب عراقي من الشمال من الوسط من الجنوب هو يقول أنا لا أريد أن أشارع هؤلاء بسياستهم الحمقى نقطة على السطن طيب أستاذ علي عزيز على ذكر الثوار المثقفين اللي ذكرهم الأستاذ سامر الساعدي يعني أنت تعلم وواكبة تظاهرات ثورة تشرين لا يوجد هناك سؤال من متظاهر لآخر أنت إلى أين تنتمي إلى أي محافظة وإلى أي مذهب حيث تعدوا كل هذه الحواجز المذهبية والطائفية اللي أحدثت ثورة تشرين على المستوى الاجتماعي هل أذابة الطائفية لا رجعت فيها أستاذ علي؟ نقدر أن نقول لأنه لمرحلة ما وصلنا لمرحلة متقدمة بالقضاء على الطائفية نعم تعرف موضوع الطائفية أن تقضي عليه بشكل جدري صعب بظل وجود نفس الوجوه بظل وجود هذا النظام نفسه اللي طبعا هي قوات الغزو والاستعمار اللي جانا عمل على أن يزرع الطائفية بالعراق من باب فرق تسود لكن ثورة تشرين قللت كثير من الطائفية بالعراق يمكننا اليوم ثورة تشرين ساهمت بالقضاء على الطائفية بأكثر من 75% حتى ما نكون دقيقين أكو فد يعني مداخل إذا تسمح لي عملية التكامل الذي وصل إليه المتظاهرون في ثورة تشرين بأنه لا أحد يسأل أحد من أين أنت هو دليل واضح وجليل وكشروق الشمس بأن من زرع الطائفية هي الأحزاب السياسية وليس الشعب العراقي أكيد معلوم يعني إذا إحنا لو نرجع للطائفية يعني خلينا نتكلمها مثل ما هي إحنا معروف علينا له مهنتنا نخلي نقاط على الحروب نتكلم ما نخاف منه بدأ الطائفية بالعراق اليوم أول من بدأ الطائفية بالعراق هو جيش المهدي أنا من الناس أنا من الناس اللي أخذ بيتي وهجرني وخلاني أغادر بغداد هو جيش المهدي أنا بيتي في بغداد في منطقة حي المعلمين وحل سبعمية واحد وثلاثين زقاق أربعة عشر دار عشرين اللي انولدت لي أخذوه مننا جيش المهدي أصابات جيش المهدي أخذته وحجرتنا كون طيب طيب هنا هنا أستاذ علي هنا نحن موضوعنا عن التظاهرات هل أن الشباب العراقي أصبح واعي بما فيه الكفاية بعد ثورة تشرين أكيد أكيد 100% خصوصا شباب تشرين شباب تشرين قلما احنا ما نسأل شيعة وسنين ما نسأل كردي وعربي هاي انتهت بالنسبة لنا ما عدنا هذا الشيء أنا من الناس اليوم والليوية بالبديل ما عرف سنة وشيعة يبكي نثنين ثلاثة أعرفهم بس فقط ما عدنا معرف وأصلا أستحي أسألهم انتهى هذا الموضوع كليا نعم صحيح احنا عدنا اليوم عدنا أرسال عدنا أرسال مجموعة من الصور والبوسترات من بغداد إلى الديوانية يعني بعد قليل بالديوانية رح تطلع المظاهرات تكون حاشدة إن شاء الله ما عرفهم ما عرفهم هدول من أي مذهباني ما عرف شنو انتماهم نعم لكن الناس مؤمنة بتشرين مؤمنة بالتغيير مؤمنة بأسقاط النظام نعم نحن نسقط نظام هما هو نظام فاسد نظام طائفي هو اللي يأسس الشعب العراقي شعب واحد كله يعني عملية المصاهرات موجودة ما بين الأطراف كلها بما فيهم يعني الأكراد وغير الأكراد التركمان وغيرهم الشبك وغيرهم من فئات المجتمع العراقي الأصيلة الكريمة دعوني مشاهدين الكرام ضيوفي العزاء نتحول إلى انفوغراف يتناول ثورة تشرين والحراك الجماهيري فلنتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا المشاهدين الكرام نناقش في هذه التقطية الخاصة الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين التي انطلقت عام 2019 دعوني باسم ضيوفي الكرام وباسمكم مشاهدين أن أرحب الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي أهلا بك أستاذ مجاهد أستاذ مجاهد كنا نتحدث عن يعني ثورة تشرين وما لها من آثار عظيمة على المجتمع العراقي ولكن ما الذي أحدثته ثورة تشرين على المشهد السياسي وعلى المشهد الاجتماعي في العراق تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولضيوفكم ولمشاهدكم الكرام طبعا يعني بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها التظاهرات إلا أن التظاهرات حققت يعني أمور أساسية وجوهرية على مستوى العملية السياسية لكنها بعد سنوات من انطلاقتها تم الالتفاف على كثير من هذه الإنجازات واحدة من أهم الإنجازات السياسية هي أنها أسقطت حكومة عبد المهدي التي كانت متحالفة بشكل أساسي مع حلفاء إيران نعم النقطة الأخرى قامت بالدفع باتجاه الضغط على البرلمان وتغيير المفوضية وتغيير قانون الانتخابات الذي يريدون اليوم تغييره إلى قوانين تخدم هذه الأحزاب الكبيرة التي هيمنت على العملية السياسية في العراق البعد الآخر أنها أسست أحزاب مدنية بعيدا عن السياقات الطائفية والقومية التي دائما هيمنت منذ عام 2004 أو 2005 إلى يومنا هذا لكن هذه الأحزاب الجديدة أحزاب برامجية تطرح أفكار تطرح حلول بعيدا عن السياق الطائفي ونظرية المؤامرة وصراع المذهبي الذي أريد له أن يترسخ في العراق لتستمر هذه الأحزاب في السلطة هذا على مستوى السياسي نقطة أخرى أيضا على مستوى السياسي عفوا هو أدخلت العنصر الشعبي كفاعل وضاغط كمؤثر وفاعل على العملية السياسية يعني جميع الأسس التي كانت الأدوات التي كانت تضغط على الحكومة وتضغط على النظام السياسي للتغيير هي إما أحزاب أو ميليشيات أو قوة يعني تستخدم الوسائل الغير المشروعة والمشروعة في الضغط لكن العامل الشعبي كان عامل شعبي ضعيف بعد تشرين أصبح العامل الشعبي عامل أساسي ودخل في المعادلة السياسية بقوة وهو من خارج المظلة الإيرانية التي يعني تمارس جميع الأحزاب العمل السياسي داخلها لكن تشرين كانت من خارج المنظومة أهم نقطة أنها دفعت باتجاه رفع الحس الوطني الحس الوطني والحس الجمعي ووحدت الشعب العراقي في كثير من السياقات ضد الفساد يعني عندما خرجت التظاهرات مثلا في المدن الغربية والشمالية عندما كان الكرد يذهبون باتجاه مثلا الاستفتاء كان هناك منبررات تتحدث عن هناك تدخل خارجي هناك إرهاب هناك بعث هناك كذا جميع هذه المعطيات هناك تقسيم هناك تعامل مع إسرائيل إلى آخره لكن تشرين خرجت من البيئة التي تعتبر حاضنة لهذه الأحزاب وبالتالي هم في الأساس قاموا بشيطانتها أيضا لكن لا يستطيعون شيطانتها والهجوم عليها كما حصل في المدن الغربية والشمالية وتحجيم النفوذ الكردي على سبيل المثال لذلك هناك نوع من التغيير التغيير باتجاه رفع الحس الوطني هذا الحس الوطني الذي يحتاجه كل العراقيين من أجل وحدة الرأي العام باتجاه الضغط على الميليشيات الضغط على الفساد وأحزاب الفاسدين لذلك هي كان لديها كثير من الإنجازات وإن كانت متأخرة لكن حققت الكثير حتى على المستوى الاجتماعي لم يعد أي طرف سياسي أو اجتماعي يخرج من مشرحة النقد الكل يتعرض للنقد سواء هناك أصبحت جرأة في الطرح أستاذ بجاهد قبل ثورة التشرين حقيقة كانت هناك تخوفات لكن الآن هناك جرأة في الطرح وانتقاد الحكومة وحتى انتقاد أشخاص الذين قبل التشرين لم تكن هناك جرأة في انتقاد أشخاص معينين لهم سلطة ونفوذ أستاذ عفوا سأتقل إلى الأستاذ سامر أستاذ سامر بماذا تفسر استمرار ذات مشهد العنف والاعتقال ضد المتظاهرين والناشطين في بغداد وبقية المحافظات في الدكرة الثالثة للثورة كما تعرفون وكما وصلتكم الأخبار هناك يعني التعامل مع المتظاهرين بواسطة الغازات المسيلة للدموع وهناك أيضا بعض التعديات التي حصلت على المتظاهرين كيف تفسر استمرار العنف ضد المحتجين نعم أنا رح أجاوبك على السؤال أستاذ بإجاز نعم وأنتقل كذلك إلى نوعا ما هو من خلال سؤالك سؤال جدا مهم حقيقة أنا باعتقال يعني كل هذه الأمور القانونية التي نعرفها أن حق التظاهر دستوريا قانونيا وبالتالي على كل القوات الأمنية تتعامل بحفظ الأرواح والسلمية وعدم إطلاق الرصاص الحي والقناة وأعتقد اليوم عشرة توصيات لسيد رئيس الوزراء وبالتالي كذلك ما تم العمل به هنا حقيقة من شباب تشرين فرجة وسائل القانونس عليهم والقتل ورصاص الحي والسيارات وسط هذه التصوير والكاميرات الموجودة إذن يا أستاذي والضيوف الموجودة وخلي كل الأخوان فيه تشرين يسمعوني بهذه الجزعية المهمة جدا اللي راح أتكلم بها تشرين ثورة فتية تشرين ثورة فتية وبالتالي هذه الثورة الفتية لم تكتمل قوامها بعد لم يكتمل قوامها السياسي بعد وبالتالي أنا باعتقالي سوف يكتمل قوامها السياسي بدعم أغلبية صامتة إليها لكن كيف يتحقق هذا القوام السياسي لازم أكو برنامج تطرح تشرين ثقافي اقتصادي رياضي سياسي وأنا حسب علمي أنه تم طرح خمسة وعشرين برنامج موثق مكتمل من هذه البرامج خمسة وعشرين ملف بكل البرامج السياسي اقتصادية ثقافية المرأة وبالتالي هنا سوف تكون تشرين من خلال هذا الطرح هي التي ترسم الخارطة السياسية القادمة وإنقاذ وطنها ما أعتقد أكو بعد وقت كثير أكو وقت قصير جدا حتى تكتمل هذا البرنامج بالتالي هنا الانتفاة الاحتجاجات السلمية لم تغير نظام ولم تغير أي شيء لربما هي مرة تتجاهل ومرة تقمع وبالتالي أعيدها لربما المظاهرات السلمية مرة تتجاهل ومرة تقمع وبالتالي المظاهرات السلمية لم تؤدي إلى تغيير فاعل دون العمل السياسي الفاعل بالتأييد والإقناع للمجتمع العراقي والمجتمع الدولي هنا ستكون تشرين كفكرة بديلة سياسية نحن مثلا ما قلنا بعدم المشاركة وهذا الفاعل السياسي هو مؤيد من الاحتجاجات لكن إذا استمارية هذه الاحتجاجات السلمية ومثل محاضرة تقلت ودنشوف والطلق والرساس وبالتالي تقمع المظاهرات وتتجاهل وبالتالي احتمال في المرحلة المقبلة يصبحون خارجين عن القانون الذي يطلع يظهر يعني القانون يبدأهم وممكن أن سبع أرهاب مثلا ستة أرهاب خمس أرهاب ما تسوي ما تقول قانون وما تقبل أستاذ علي أثناء تظاهرات تشرين سقط يعني أكثر من ألف شهيد وثلاثين ألف جريح دائما الحكومة حكومة عادل عبد المهدي كانت تصف من يطلق النار على المتظاهرين بالطرف الثالث الآن بعد ثلاث سنوات على تظاهرات ثورة تشرين لم يكشف عن الطرف الثالث هل الطرف الثالث معلوم لديكم أستاذ علي من كان يقتل المتظاهرين هم كانوا يقتلون هم النظام النظام وأحزاب النظام وعصاباتهم وميليشياتهم ومرتزقتهم وبالإضافة إلى ميليشيات الأحزاب كانت ميليشيات المخابرة ميليشيات الاستخبارات ميليشيات الأمن الوطني جميعهم قتلون لا تصدق يوجد شخص في هذا النظام بمنصب أمني بدائرة أمنية عسكرية ميليشياوية لم يساهم بقتل ثوار تشرين لأنه ثورة تشرين كانت هي المشروع الأخطر على وجودهم هذه ثورة تنادي بإسقاط نظام لا تنادي بتغيير وزير أو وكيل وزير أو مدير بلدية إسقاط نظام إسقاط نظام بعدما أمريكا انطقت خمسة آلاف قتيل ويعبرت القارات والمحيطات حتى ثبت هذا النظام بليلة وضحاها يجون شباب يسقطون هذا النظام راح تضافر كل الجهود جهود الحزب الحزب الشيعي اللي يملك الميليشي الحزب الكردي الحزب المدني الحزب الليبرالي كلها راح تضافر حتى يحمون النظام لأنه نحن من يريد أن نسقط هذا النظام وكلهم جزء مننا وكلهم أطراف مننا لا تصدق هذا يغازل وذاك يناظم أبدا لا تصدق هذا فنشوف قبل كم يوم قبل كم يوم أنا قرأت خبر صادر من جهة ما من الإطار التنسيقي مفاد الخبر أنه مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة السوداني أنه أقرب إلى التشرينيين من الإطاريين فضل يعني ولا كأنه قبل سنتين لما انطرحوا اسمه رفعنا هاشتاغ مستقل وليس مستقيل حينما رمى باستقال من حزب الدعوة على أساس لأنه كان الشعب يريد مستقل اليوم نشوف هذه الأحزاب قامت هي تقل التشرين نشوف الظاهرة الصدرية الموجودة هذه الظاهرة الصدرية قامت تتقرب من تشرين وتتكلم باسم تشرين وتثبتنا مطالب تشرين أي مطالب نحن ليس لدينا مطالب نحن غير مطلبيين ولا أصلاحيين نحن شعارنا وهدفنا أسقاط النظام فلذلك إجابة على سؤالك فكل الجهود تضافر لحماية هذا النظام من ثم لكل الأحزاب كردية عربية شيعية سنية مهما تكون نعم أستاذ مجاهد ألف شهيد ثلاثين ألف جريح عدد يعني لا يستهن به في غضون أيام قليلة لماذا نمتقم الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين هناك تواطئ بين الحكومة وجهات أخرى ربما تكون من خارج الحدود يعني هناك طبعا المنفذ لهذه الجرائم هي قوة ميليشيات تابعة لأحزاب سياسية ومتماهية مع الأجهزة الأمنية لذلك هناك نوع من تغييب الحقيقة يعني تغييب الفاعل لذلك هناك الصلح عليه بالطرف الثالث هناك من يتهم وجود داعش لقاع فتنة بين الطرفين هناك من يتهم إسرائيل هناك من يتهم دول الخليج يعني عندما تقرأ لستة الاتهامات هناك نوع من محاولة تضيع الحقيقة تشتيت التركيز على طرف معين لذلك هناك نوع مؤكد من التواطئ في جميع الجرائم التي ارتكبت من قبل الإجهزة الأمنية سواء في المدن الجنوب أو الشمال أو أي مدينة أخرى لذلك هناك نوع من التخادم حفظ النظام من قبل الأجهزة الأمنية وهذه الميليشيات تحفظ السلطة هذه الأحزاب هناك نوع من التوازن حتى أحد أفراد من القوة 20 من الذين اختطفوا تحدث صراحة بأنه عندما اختطف بقي يوم أو يومين محتجز لدى هذه الميليشيات وتعاملوا معه بشتى أنواع الانتهاكات ثم وجد نفسه بعد يومين ثلاثة لدى أحد الأجهزة الأمنية يعني هناك نوع من التخادم هناك نوع من الأولوية تذهب إلى هذه الميليشيات لتحقق معه لتنتزع منه معظم المعلومات والسلطة الرسمية والأجهزة الرسمية لا تتحمل المسؤولية ثم يحال هذا الطرف كمرحلة أخرى لذلك الحكومة العراقية يعني ليست من صلاحيتها يعني هذه الأحزاب والقوة التي قامت بمنح الصلاحية وتمرير هذه الحكومة منذ بدايتها أصبحت حكومة خدمات أو عفوا حكومة ملفات ملفات يعني لديها مجموعة ملفات الوصول إلى الانتخابات يعني تسليك الحالة السياسية والخدمية وصولا إلى الانتخابات لإنجاز وهذه المرحلة يعني حتى إذا تذكر تصريح لقيس الخزعة لزعيم ميليشيا العصائب نعم قال في اللهجة الدارجة غلس نعم يعني تغاضى تغاضى عن الملفات نعم التي من المفترض أن يقوم بها تقوم بها حكومة الكاظمي نعم لكن هناك نوع من تقزيم منصب رئيس الوزراء نوع من جعله مجرد ديكور يعني هذه الأحزاب مجرد يعني رئيس الوزراء مجرد واجهة وهذه الأحزاب تعمل خلف رئيس الوزراء وبالتالي هذه الأحزاب لا تتحمل المسؤولية والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء وهذه الأحزاب تحميه من المسائلة لاحقا كما حصل مع عبد المهدي سامر على مستوى الأمم المتحدة يعني جينين بلاس خارت عندما ذهبت إلى ساحة التحرير بعد الأول من تشرين الأول قالت بالحرف الواحد لأحد المتظاهرين سائق التوك توك قالت لابي أنه عادل عبد المهدي لا يمتلك عصا سحرية لتغيير الواقع بين ليلة وضحاها كيف تقيمون تعامل الأمم المتحدة معكم أنتم كثوار أستاذ سامر نعم أنا حقيقة باعتقالي أنه كل العراقيين وخاصة الشباب الثوار أنه يصبون اللوم والعتب وعدم القبول والرضى على آداء الأمم المتحدة ومن خلال قناتكم كذلك ناشدنا الأمم المتحدة وخاطبناهم عبر الإيميالات ببيانات أنه نرفض عملكم وتدخلكم السافر في السياسة ودعم القتلة والسراق وأنتم تقفون بصف واحد ودعم واحد مع الحكومة ضد الشعب وذكرناهم بالمواثيق في الأمم المتحدة الفصل الداعش المالدرابعة وغيرها بالتسليح وإرساء السلم الأمن المجتمعي وبالتالي هذه كانت مفردات للنظام الداخلي في الأمم المتحدة التي هي خرقتها في العراق وممثلة الأمم المتحدة حقيقة ما نقلت كل الحقائق والوقائق وبالتالي نحن كعراقيين لدينا أصدقاء شباب في الخارج في منظمة العقو الدولي نقلنا بعض البيانات وبعض الخروقات وأنا الحمد لله عندي برنامج شهداء التشرين ومن خلالها قدرت أن أوصل اسم إيهاب الوزني ويشامل هاشمي في مجلس الأمن الدولي الذي ذكره الناشط السوري أمر الشغيري الحمد لله وبالتالي الأمم المتحدة تعيب علينا نحن كأشخاص يردون ممثل قانوني لدى السفارة حتى يقدم شكوته وبالتالي ممثل القانوني شيء أكيد هو يعمل باتجاه السياسي والقانوني اللي ماسكت الدولة ولا يعمل باتجاه المجتمعي والعرفي اللي هو يخص الشعب والثوار أما مداخلة بسيطة مع أستاذ علي صديق العزيز نحن صحيح في بادئ الأمر الشباب خرجوا أنه إسقاط النظام لكن بعدين فهموا اللعبة إسقاط النظام السياسي هذا مطلب صعب جدا وممكن صعب المنال بالتالي حضرتك قلت الأسباب أنه أميركا عبرت الحدود وكذا وخمس آلاف شهيد وإيران والدول المجاورة أعتقد بعدين أنه الشباب فهموا اللعبة السياسية وفهموا ما معنى النظام السياسي بالضبط بالضبط نعم نعم بدله إلى إسقاط المنظوم السياسي أما إلى النظام السياسي حقيقي الآن النظام البرلماني هو نظام لو تم تطبيق الصورة الصحيحة المهنية العلمية وبالتالي هو يطبط في أغلب الدول الأوروبية ويعمل بشقيه العقابي والتشريعي ويقوي رأسة الوزراء الفصل التنفيذي ويكون هو حقيقة ممثل وراعي الرسمي للشعب العراقي وتفتح جلساته باسم الشعب حال حال بقية يكون إلى صيغة محترمة جدا ومن خلاله يتم التصويت لما يخدم مصالح الشعب العراقي باعتبار أن اللي موجودين في المرلمان هم ممثلين عن الشعب لكن هذه الأمور كلها ما شهدناها لا شهدنا فصل التشريعي ولا رقابي ولا معارضة ولا حكومة قوية ولا ناس حقيقة يعني يراعون ويداعون ويدافعون عن ناقبيهم بل شهدنا برلمانين يأتمرون بأمرة الحزب ورئيس الحزب وبالتالي سنأتي أستاذ سامر عفو المقاطعة سنأتي على موضوع إجراء انتخابات مبكرة هذه والمعلومة أستاذ فقط شهداء شهداء 2058 شهيد نعم 2058 نعم ضيوفنا الكرام مشاهدينا انفوغراف يحاكي ثورة تشرين الشعبية شكرا 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 أهلا بكم من جديد أنتقل سريعا إلى الأستاذ علي سؤالي الأخير لحضرتك أستاذ علي هل يمكن أن نثق بالطبقة السياسية الحالية بكتابة دستور جديد يخدم العراقيين وبالتالي هل يمكن الوثوق بهذه الطبقة بأن تجرى انتخابات شفافة مبكرة من جديد لا أبدا نعم أبدا ليس بكتابة دستور نهائيا لو تستورد لك صحيفة لا تقراها لأن أخبارها كذب لو تطبع الصحيفة هذا النظام يقوم على الكذب كله بالأرق أنت اليوم بالنسبة لل للدستور نتكلم عن دستور نعم دستور جديد وطني نلاحظ اليوم نسمع أصوات من داخل النظام بلش تتقول أنه تعديل وتصحيح بالدستور ونعدل ونسوي عليه يعني إذن أكوناتس فعلا يعني هي معاملة أنه الدستور بالعديد من المطبات والعبوات هذا الدستور مليء بالألغام طيب يا أخي سؤال خلي نسألهم ذولا كلهم سؤال جمدوا الدستور تركوه وعودوا إلى دستور ما قبل 2003 نعم وتعالوا علي إذا بي أخطاء تعالوا عدلوها على أقل نكون عدلنا على دستور كتب بأياد عراقية يا أخي هذا على أقل تقدير يا أخي أما بالنسبة للنظام والمنظومة يا أخي إحنا هذا سقفنا نسقط النظام أكيد نعم صعب صعب اتفق مع الجميع صعب لكن هذا نظام هذا جهاد لكن خلي تذكر العالم في تونس كيف أسقط النظام في ليبيا في اليمن في مصر ليش بالعراق لا يا أخي خلي هذا سقفنا العالي وخلي غيرنا شيخ دون مكسب وطني للعراق جوه السقف كان بها متوكل على الله فهذا هذا اللي احنا نحب نقوله دائما وهذا تعقيب لحضرتك وعلى سؤالك من نسبة للدستور نعم طيب أنا أشكرك أستاذ علي أنتقل إلى الأستاذ مجاهد حكومة الكاظمي يعني وعدت بتحقيق مطالب الثوار وأيضا وعدت بتنفيذ هذه المطالب وأيضا عدت نفسها أنها أتت من رحم ثورة تشرين لكن لماذا فشلت الحكومة في تحقيق الوعود ما سبب في ذلك كان في الحقيقة الحكومة يعني أنها قالت يعني هي كانت خرجت من رحم تشرين هي لم تخرج من رحم تشرين إنما كانت إحدى إفرازات تشرين يعني لم تكن ممثلة لتشرين إنما كان السياق السياسي الذي تفاعل في تلك الفترة أنتج تلك الحكومة ولم تكن ممثلة عن تشرين لكن تبنت المطالب التي رفعتها تشرين وقالت أنها ستقوم بتنفيذها لكن في الحقيقة هذه الحكومة حكومة ضعيفة غير مسنودة برلمانيا أتت عن طريق نفس السياق السابق نفس المعطيات بالتوافقية بالمحاصصة وبالتالي هي لا تستطيع أن تخرج عن السياق الذي رسم لها والمحددات التي وضعتها هذه القوى لتنفيذ مهمات محددة وكما ذكرنا قبل قليل بأنها حكومة ملفات ليست حكومة كاملة الصلاحيات تستطيع القيام بتغييرات جوهرية لكن في الحقيقة في تلك الفترة كان هناك ضغوط إقليمية ودولية أجبرت هذه الحكومة على القيام بمهمة أساسية وإيقاف انحدار الدولة نحو الفشل لأن كانت هناك حكومة ممثلة أو متحالفة مع القوى الميليشياوية والقوى الحليفة لإيران فحصل نوع من اختلال التوازن ما بين النفوذ الأمريكي والإيراني وبالتالي كانت هذه الحكومة دورها إعادة التوازن وحصل ثم اغتيال سليماني ومهندس وخلق حالة من إعادة التوازن الولايات المتحدة انكفأت قليلا ثم القوى الإقليمية الحليفة الولايات المتحدة دخلت للحصول على موطأ قدم هذا النفوذ الأمريكي وبالتالي عاد التوازن هذا التوازن مهمة الحكومة الأساسية هو المحافظة عليه المحافظة على عدم التغيير لا الذهاب نحو مطالب تشرين التي هي مطالب يعني مطالب تدعمها القوى أو تدعي دعمها من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية أو الذهاب نحو القوى الحليفة لإيران التي تقوم بالاحتيال على هذه المطالب لذلك هو لا يستطيع الميل لا نحو مطالب المتظاهرين ومحاسبة هؤلاء القتلة لأنه سيحصل خلل في معادلة التوازن ولا يستطيع الذهاب والميل نحو قوة إيران فسيحصل أيضا خلل وبالتالي ستفقد الحكومة المهمة الأساسية التي رسمت الآن وسأسامر بدقيقة لو تفضلتم بذلك إذا ما كنت بين المتظاهرين الآن في بغداد أو في الناصرية ماذا نعم حقيقة أنا بالتالي أرفع الشعارات التي تخصني والتي تكون واعية ومثقفة التي تبرز حجم وثقافة الموجودين وأن أنادي بكل الأمور السلمية التي لم تخرج عن هذه وبالتالي أفهم كل المجتمع الدولي والموجودين داخل وخارج العراف على أن نحن مثقفين واعين نفهم بالسياسة نفهم معنى طلباتنا التي ممكن أن تتحقق وممكن هي لم تتحقق لربما تكون من شبه الخيال وأحاول أقنع كل المجتمع العراقي من خلال إبراز هذه الطلبات وبالتالي أنتقل إلى المجتمع الدولي حتى أقول أن أنا مع ساعة ديمقراطية لكن أنت وفر لي البيئة الآمنة وفر لي هذا التسليح السحبة التي قومت من فصائل المسلحة والآن هي داخل ضمن الإرهاب الدولي وإن تجالس معها والسفراء البقية وبالتالي تعامل معي أنا كشعب نحن مصدر السلطات نحن الأغلبية المطلقة نحن الأغلبية التي رفضت كل هذه المسميات أستاذ مجاهد بدقيقة لو تفضلتم مستقبل العراق ماذا تتوقع بعد ثلاث سنوات من ثورة تشرين طبعا المستقبل صعب توقعه جدا لأن هناك معطيات كثيرة مفتوحة على كافة المستويات سواء من استمرار النظام وإصلاحه أو استمرار انحدار وفشله خاصة وأن النظام يعيش اليوم على أسعار النفط عندما ستقل الدولة ستعجز عن النظام سيعجز عن القيام بالخدمات التي يوفرها المجتوع وبالتالي سيكون هناك نوع من العجز والانهيار وقد يحصل تفكك وتدخلات إقليمية ودولية أكبر مما عليه اليوم لذلك عملية التوقع عملية صعبة جدا خاصة في ظل وجود قوى داخلية حليفة لدول إقليمية وتعيق عملية أي تغيير لذلك يعني الحديث عن توقع المستقبل جميع المؤشرات لا تبشر بخير طيب أنا أشكرك من بغداد كان معنا عبر سكايب مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز شكرا جزيلا لكم أستاذ علي وكان معنا عبر سكايب من أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي شكرا جزيلا لكم أستاذ سامر وفي الستوديو الأستاذ مجاهد الطائي الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا أستاذ مجاهد الشكر وموصول لحضراتكم مشاهدين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته